طبعاً أنت ذكرت عن الحب الغير مشروط خليني نخدم أنت من حياتك شخصياً لما بتقولي حب غير مشروط أو حب غير محدود شو التعبير عن هذا الحب اللي أنت بتتكلم عنه؟ يعني بفتكر مثلاً لما ولادي ربنا بركني بولدين لما إبني مثلاً يغلط بقى نفتي أنه هو يعتذر علشان هو يتبارك واعتذراته بتبقى على طول مقبولة ولو ما اعتذرش أنا اللي بقى عايزة أبتدي العلاقة من جديد طبعاً مع تعليم الفرؤات فالحب الغير مشروط الحب اللي بيدي العطاء من غير حساب اللي بيسامح اللي بيخفر اللي بيقبل كما هو اللي بيحتوي الآخرين متهيلي أكتر حضن يحتوي الولادة الصغرين والكبار هو حضن الأم فإن مجرد فكرة أن أنا مقبول ومحبوب كما أنا دي كبيرة قوي 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 بتفرق في نفسياتنا وشخصياتنا وإحنا صغارين وفي مراحل لمونا والغاية لما نجبرنا بأدلتس موسيقى ترجمة نانسي قنقر